كنت قاعد كده اقلب على تيك توك لقيت قناة اسمها فانتازي ديريم ان وقيت ان القناة دي عاملة 169 الف متابع وحوالي اتنين مليون لايك ولقيت فيها فيديوهات ووصلت ان هي عملت حوالي 8 مليون مشاهدة في الفيديو الواحد وفيديوهات 3 مليون وحاجات حلوة اوي بيعملوها بالذكاة الاصطناعية ولكن سألت نفس السؤال هو انا ازاي ممكن اعمل فيديوهات دي انا عارف ان انا ممكن اعمل حاجات دي باستخدام الذكاة الاصطناعية بس ازاي ان انا مثلا هعمل الصور دية او اكتب بتاعها ازاي او الوصف بتاعها ازاي هروح دور على قنوات تشرح للحاجات دي على اليوتيوب تقارت ان انا مفروض ان انا باشرح الحاجات دي ولكن برضو قابلني مشكلة ازاي هقدر اعرف لأي صورة واعمل زيها واقدر اولد افكار كتير مختلفة فانا بقى في الفيديو ده هعلمك ازاي تعمل كل ده واللي جميل في الموضوع انك مش محتاج ان انت تكون محترف في ان انت تكون بتاعف تعمل رسوم متحركة او تكون بتستخدم برامج غالية علشان تعمل الفيديوهات السحرية دي اعايز اقولك كمان ان الفيديوهات دي بتعمل مشاهدات كبيرة جدا على يوتيوب شورتس تيك توك وانستجرام فلو انت مهتم فياريت تدوس لايك عشان الفيديو وصل لا اكبر قدر ممكن من الناس ولو دي اول مرة ليك معنا في القناة فاهلا بيك في قناة محمود خدر هنعلمك ازاي تستفيد من استخدام ادوات الزكاة للصناع السهلة والمجانية في انشاء المحتوى وتحقيق الربح منه ويلا بينا لابدأ الفيديو اول خطوة وهي ان احنا عايزين نختار صورة ونقتبس منها بتاعها ونعمل الصور زيها كمان هتقعد تقلب كده في الفيديوهات عجبك حاجة مسلا عجبني حاجة شباه دي بمناسبة طبعا راح السنة تعال كده مسلا خد لقطة من الفيديو ده هتاخدها ازاي سواء من الموبايل او من اللابتوب انا مسلا هنا هاخد لقطة من اللابتوب ازاي بقى هاجي هنا مسلا اعجبني اللقطة دي فانت هتاخد الموبايل فانت عارف ازاي هتاخدها او باجي هنا باستخدم اداة اسمها ان انا باخد مسلا هنا بحدد الجزء ده كده. ولا دي دي على فكرة بالمناسبة بتبقى موجودة في الويندوز يعني هتلاقيها موجودة زي البرنامج بالزبط. وبعمل منها حفظ كده هنا. وهحفظها عندي على الجهاز. ده اي اسم واعمل احتفظت بالصورة. زي الفل. هروح بعد كده بقى هنتقل لمرحلة تانية. المرحلة التانية هدخل على جوجل وهكتب او ادخل على اي متصفح طبعا. اضغط على هيحولك على الصفحة الرئيسية للشاتج بي وطبعا شاتج بيتي هو شاتبوت نقدر ان احنا نستعين به في ان هو يساعدنا في كتابة او حاجات دي. الفكرة هنا بقى ان انا هاجي هنا لشاتج بيتي مش هطلب منه كلام انا هدي له الصورة اصلا اللي انا جبتها وهطلب مني ان هو يكتبها لي او يحللها لي او يفسرها لي. بروح هنا على الاتاش منت ده اتاش فايلز بضغط عليها اضغط على ابلوت فروم كومبيوتر وبعد كده بختار الصورة اللي انا احتفظت بيها واضغط على كده انا اضفت الصورة لشاتج بيتي ولكن قبل ما اضغط على ارسال هدي له امر ان انا هقول له قلت لكم بوصف الصورة ثم كن بانشاء عشر افكار مختلفة لنفس فكرة الصورة لانشاء الصور لها بعد كده هضغط على ارسال هيبدأ دلوقتي بقى ان هو هيديني التفاصيل اول حاجة هنا هيوصف الصورة عبارة عن ايه? وصف الصورة ان هي صورة تشهد مشاهدا خياليا احتفاليا لكائن صغير لطيف وهو كتة ترتدي كوبعة سانتا حمراء مغطاة بالثلج جالسة فوق فطر مضيق يشبه المصباح وهكذا بصراحة حط التفاصيل كويس لما جد داني هنا عشر افكار مستوحاة من نفس الفكرة عمل لحاجات مختلفة زي قطة صغيرة ارنب صغير ثعلب صغير كونفز فراشة وهكذا فباجي هنا بعد ما يكتبها لي باللغة العربية بقول له ايه? بقول له ترجم للانجليز ايه? ودي طبعا طريقة مهمة جدا للناس اللي عندها مشكلة في كتابة اللغة او عموما يعني. هيبدأ دلوقت ان هو هيترجم كل اللي فات بدل ما كان بالعربي بقى بالانجليزي. ليه هكتبه بالانجليزي? لان الخطوة تانية هي تحويل النصوص الى الصور بتعتمد على كتابة باللغة الانجليزية. فانا هنا طبعا زي ما قلنا الترجمات ديات ممكن بقى اجي هنا اشوف لو انت عايز تتعرف انا مسلا اول حاجة القطة تاني حاجة الارنب وهكذا والرقم خمس اللي هي الفراشة مسلا هنختاره من اليكن هنختاره التلاتة دول. فهبدأ كده بقى ان انا احدد اول واحد هنا معايا اللي هو اول وهضغط عليه كده كوبي كليك ايمين كوبي عشان انتقل بعد كده مرحلة تانية وهي مرحلة انشاء الصور. هنستخدم ايه في انشاء الصور? تعالي هقولك هنستخدم ايه? هستخدم موقع ليوناردو اي اي اي. يمكن انا كنت شرح قريب واعتقد لو دخلت في القناة هتلاقي الشرح. هدخل على الموقع عادي جدا علشان ابدأ اعمل عليه التصاميم. في موقع تاني اه. الموقع التاني هو موقع كاريا اي 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 نفس النظام هندخل على موقع كاريا. ممكن نستخدم ده او ده. ولكن بصراحة انا شايف ان موقع آآ ليوناردو هيعمل الحاجات افضل من موقع كاريا. هنا في كاريا بنضغط على عشان نبقى موجودين في الصفحة دي. وهنا في ليوناردو هندخل على هحاولنا على الصفحة دي. هستخدم ومن هاجي هنا ممكن ان انا ازبط بعض الاعدادات وانا طبعا كنت شرح قبل كده. انا ممكن بس اختار دي. والباقيين بقى سيبها بقى ايه يعني زي ما تيجي. حابب بتختار اوكي ممكن نختار مسلا دي كمان. والباقي يش سيبها اوتوماتيك. وبنروح بعد كده على دي بنختار البعد بتاعنا تسعة الستاشر او سواء بموبايل بقى او تيك توك مش هتفرق. يا دي كده كده نفس البعد. وبنيجي هنا في المستطيل ده هضيف هنا للبرومت اللي انا جبته اللي هو بتاع القطة. وهبدأ اضغط هنا طبعا في الفلو ستيت زي ما قبل كده ان هو بيعمل تصاميم كتيرة جدا ممكن تختار منه. فبدأ هنا دلوقتي ان هو هيعمل لي التصاميم بالشكل ده. طبعا هتبدأ تشوف اللي يعجبك واعمله دولنود. مسلا ده عجبتني عمل لها دولنود على طول. ممكن تنزل تحته. يعمل لك اكتر. او ان انت مسلا خلاص عجبك واحدة منهم فانت ممكن تضغط على حاجة اسمها مور لايك زيس. فهيبدأ ان هو يعمل لك حاجة مشابهة للي انت اخترتها. وزي ما قلنا ان انت برضو ممكن تسيب الحاجات اه وتون هو هو اللي اختار لك بالشكل اه المناسب. طيب تعالي نشوف كاريا ممكن يعمل لنا ده ازاي. هنيجي هنا نضيف برضو بتاعنا بيست وتأكد ان البعد بتاع تسعة ستاشر طبعا لو انا عايز اعمل الفيديوهات الموبايل. واضغط على هيبدأ برضو ان هو يعمل لي التصاميم بالشكل ده. تصاميم قريبة من ان هي فيها اضاءة وحاجات شبه كده. اللي هيعجبك هتضغط عليه وتحمل الصورة المناسبة. طيب تعالي نجيب تاني. المرة دي هجيب لالارنب هجيب مثلا هنا اختار بتاع الارنب. وهارجع تاني هنا طبعا هنا زي ما قلنا عمل برضو هنا حاجات تانية. وهاجي هنا على هضيف هنا بتاعتي. وممكن اجي هنا بقى الغي كل دي اخليها برضو. واضغط على هيبدأ برضو يعمل لي تصميم للبرومت الجديد. برضو على ما يعمل تصميم هروح هنا على واضيف نفس البرومت بتاع الارنب هنا. واضغط على هيبدأ يعمل لي للارنب بالشكل ده. برضو عمل لي حاجات حلوة. وطبعا تحس ان هي فيها برضو اجواء رأس السنة وكده. اضغط على للصورة اللي تعجبك. هارجع تاني هنا ليوناردو برضو هلاقي ان اعمل لي حاجات حلوة قوي. وطبعا انا بيعجبني في ليوناردو ان هو ممكن يكون موجود فيه يعني مزايا ان هو بيعمل الوان كويسة. مثلا دي عجبتني او ممكن اعمل لها download. فقدر بعد كده ان انا استخدمها. اوكي وهكزا. هل في طريقة تانية غير ال flow state اه ممكن نروح على classic mode. وممكن من classic mode نختار حاجة اسمها الفونيكس. والفونيكس هنا اه بيبقى طبعا موديل كويس نقدر برضو نستخدمه. هنسيب كل حاجة وهنا ممكن نختار دي او ممكن نختارها وهنا الابعاد طبعا هنختار البعد بتاعنا اللي هو تسعة ستاشر. وتعالى كده نضيف له هنا بتاع الارنب. نضغط على هيبدأ ان هو يعملك تصميم. كنت انا برضو عملت قبل كده بعض الحاجات والصور. عملك برضو حاجات حلوة قوي. برضو ممكن تكتبس بقى الحاجات اللي انت عائزها. برضو تعال نجرب بالرقم خمسة اللي هو كان الفراشة. طبعا ممكن نعمل كل الصور ولكن بس انا بختصر عشان الوقت. الفراشة بقى هنا برضو هنيجي برضو نضيفها هيبدأ يعمل لنا الفراشة بالشكل ده. برضو عمل حاجة حلوة قوي. ممكن برضو تختار هنا الحاجة اللي تنسبك. وطبعا الحاجات دي فيه ناس بتستخدمها في عمل فيديوهات حلوة. فيديوهات بتكون مريحة بصريا. وهنا طبعا عمل برضو هنا حاجات حلوة قوي برضو باستخدام الفونيكس. اعتقد برضو عندك فرصة ان انت تستخدم حاجة منها. هاضغط على هنا اعمل ممكن اختار واحدة تانية زي ما تحب. الوان جميلة جدا واحتفال براسة انا حلوة قوي بصراحة. وبرضو نروح هنا نضيف ايه? هنضيف الفراشة. نضغط على ونشوف هيعمل لنا ايه? دي كانت نتائج برضو ممكن نحمل الصورة عن طريق الضغط هنا. اصبح عندنا الصور جديد. طبعا بعد ما بتعملوا الصور بيتجمعها كلها في ملف واحد. عشان بعد كده تبدأ ان انت تعمل لها تحريك. والتحريك ده طبعا بيتم باستخدام موقع هيلو. بعد كده بنعمل لها منتاج باستخدام برنامج كاب كات او اي برنامج. ولكن طبعا عشان ما طولتش عليكم في الفيديو لان الموضوع ده انا شرحته كتير قبل كده لو دخلت في القناة. ولكن عشان ما طولتش عليكم فانا الطريقة دي كنت شرحها قبل كده. وهتلاقوا موجودة في اكتر من فيديو زي فيديو او فيديو دمج الحيوانات او فيديو اساطير الفواكه او فيديو شي في الحيوانات. في الفيديوهات دي انا كنت فعلا شارح ازاي ان احنا بقى نعملوا الصور ونحركها باستخدام موقع هيلو. حتى كمان هتلاقينا اصلا شارح موقع هيلو هنا بالتفصيل. تقدر بعد كده ان انت تاخد الصور دي وتعمل لها تحريك. وبعد كده تقدر ان انت تعمل لها منتاج باستخدام وتنشرها على السوشيال ميديا. فده كان موضوع حلقة النهاردة. اتمنى لكم استفادتم من الفيديو. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتسيب لي ورائك في تعليق. ولو دي اول مرة فيك في القناة فيا ريت تشترك في القناة وتفعل زيارة عشان نشوف كل فيديوهاتنا. وفي النهاية السلام عليكم.